في الوقت اللي العالم كله بيفقد ملايين الأفدنة سنوياً بسبب طبعاً التغيرات المناخية وحرائق الغبات مصر بتقدر نها تضيف أيضاً ملايين الأفدنة للرقع الزراعية كل سنة عندنا مساحات جديدة من الأراضي الصحراوية اللي بتتحول ليه أراضي زراعية بإنتاجية كبيرة كمان مبارح شفنا افتتاح سيادة الرئيس لعدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي ومنها طبعاً وشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة واللي بتساعد في وصول المياه لكل الأراضي المستصلحة في تشكا تشكا كانت تحدي كبير جداً خصوصاً في توصيل المياه لها في التسعينات بسبب الموانع والتضاريس الطبيعية الصعبة واللي كانت بتزود من تكلفة استصلاح المشروع ده لكن الدولة قدرت أنها تحاول التحدي ده لإنجاز وفي فترة قليلة جداً قدرت أنها تستصلح وتزرع 430 ألف فدان وتنتج محاصيل استراتيجية مهمة زي مثلاً الأمح اللي بيعتبر من أهم المحاصيل الزرعية ده حقيقة طبعاً مبارح السيد الرئيس كان بيفتتح من ضمن المشروعات طبعاً موسم حصاد الأمح بمزرعة تشكا بـ 140 ألف فدان وده تشكا 4 وده طبعاً غير المساحات التانية المزروعة في شرق العوينات وده بيمثل قيمة مضافة وإنجاز حقيقي في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق أيضاً الأمن الغذائي للمصريين كمان المشروعات دي مش بس مشروعات زراعية هي في الأساس مشروعات تنموية متكاملة يعني بتستهدف الأمن الغذائي مع التصنيع الزراعي وخلق فرص عمل للشباب وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة